اعتاد عدد من فنانين الزمن الجميل على ممارسة بعض التقوص الدينية في شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات فمنهم من كان يتفرغ للعبادة ومنهم من كان يذهب إلى المساجد باستمرار حتى يؤدي الصلاة وإحنا معنا عدد من الصور لأبرز هؤلاء الفنانين الصورة الأولى معنا للفنان صفية العمري مع زوجها الفنان جلال عيسى وظهرين في الصورة وهم مسكين فوانيس رمضان فكانوا حرصين كل عام على شراء الفوانيس لأولادهم وقد أنجب منها ولدين هم وليد وأحمد وبعد عدة سنوات من زواجهم تم الانفصال بينهم الفنانة زبيدة صروت مع ابنة هارشة أثناء شراءها لفنوس رمضان وتم التقاط هذه الصورة لهما في عام 1962 الفنانة لولا صدقي وصورة جميلة لها مع فنوس رمضان وتم التقاط هذه الصورة لها في فترة الخمسينة فكانت حريصة كل عام على الاحتفال بهذا الشهر المبارك الفنانة شريفة ماهر خلال احتفالها بشهر رمضان وتم التقاط هذه الصورة لها في عام 1953 ماريان فخر الدين أثناء الاحتفال بشهر رمضان الكريم في عام 1955 فكانت حريصة كل عام على الاحتفال بهذا الشهر المبارك وشراء الفوانيس لأبنائها إيمان زلفقار وأحمد كما كانت حريصة على صيام هذا الشهر والتمسك بالعادات والتقاليد الإسلامية الفنانة حيا كريوكا وصورة جميلة لها وفيها ضحكة من القلب وتم التقاطها لها في شهر رمضان المبارك وذلك في عام 1954 فكانت في هذا الشهر بتبتعد عن التمثيل والفن الاستعراضي الفنانة بوسي أثناء احتفالها بشهر رمضان المبارك في عام 1988 الفنانة صفي العمري أثناء احتفالها بشهر رمضان المبارك في عام 1977 نعيمة عاكف أثناء الاحتفال بشهر رمضان المبارك في عام 1958 ونعيمة عاكف كانت معتادة على الصيام منذ أن كان عمرها 8 سنوات وكانت حريصة على الصلاة في هذا الشهر والابتعاد تماما عن الرأس الفنانة زيزي البدروي وصورة جميلة لها مع فنوس رمضان وتم التقاط هذه الصورة لها في شهر رمضان المبارك من عام 1960 الفنانة شريفة فاضل وتم التقاط هذه الصورة في شهر رمضان المبارك من عام 1964 وشريفة فاضل قدمت أغنية لشهر رمضان من أجمل أغنيتها وهي أغنية وَلَّا لِلسَّةَ بَدْرِيَا شَهْرِ السِّيَامُ كما أنها كانت سعيدة جدا بغناءها لهذه الأغنية ليلة حمادة أثناء الاحتفال بشهر رمضان المبارك من عام 1980 الفنانة بوسي ومعها فنوس ابنتها سارة وتم التقاط هذه الصورة لها في شهر رمضان المبارك من عام 1974 الفنان ممدوح عبد العليم وتم التقاط هذه الصورة له في عام 1998 الفنانة زيزي البدروي وتم التقاط هذه الصورة لها في عام 1970 الفنان يحيى شهين فكان دائم الصلاة والعبادة في هذا الشهر المبارك وقد تحدث في أحد اللقاءات التلفزيونية عن صيامه لشهر رمضان وأكد أنه كان دائم الصيام منذ أن كان طفلا صغيرا وعندما أصبح في سن الشباب تعرض إلى موقفه وصائم حيث قال أنه كان يعمل في إحدى الفراق المسرحية وقام حينها بدور قائد وأكد حينها أنه وقع على المسرح فالجمهور ضحك وقاله مش عيب تبقى قائد جيوش وتقع بالشكل ده وأشار أن هذا الكلام جعله يستفز فرد على الجمهور قائلا أصل أنا صايم وفي اليوم التالي تم خصم ثلاث أيام من راتبه لأنه كان من الأمور المخالفة أنه يرد على كلام الجمهور ناديا لطفي وقالت ناديا لطفي عن أهم ذكرياتها في شهر رمضان أنها كانت حريصة كل عام على شراء الفنوس أبو شمع وأشارت أنها بتشتري فنوس جديد كل عام وبتحرص على وضعه في المنزل وقالت أنها بتحرص دائما على قراءة القرآن الكريم وأشارت أن الوجبة المفضلة لديها في هذا الشهر وجبة الفول المدمس كما أنها تحب أن تتناوله أيضا في الصخور وأكدت أن هذه الوجبة لا تمل منها أبدا الفنان محمود المليجي فكان حريص في هذا الشهر على أداء المناسك الدينية ونظرا لأنه من موليد منطقة خان الخليلي فهذه الأماكن كانت لا تخلو من التقوص الرمضانية لذلك كان يحرص على شراء اليمش بنفسه فكان يشعر بمتعة كبيرة عندما يقوم بذلك وكان يتذكر أيام الطفولة السندريلا سعاد حسني فكانت حريص دائما على الصلاة والعبادة وقد اعتادت على صيام هذا الشهر المبارك منذ أن كانت طفلة صغيرة وقد نشرت مجلة آخر ساعة في عددها الصادر في يوم 27 يناير عام 1965 أن سعاد حسني تفضل طبق الجلاش الحلو حيث أنها كانت تقوم بإعداده بنفسها كما أنها كانت تفضل الأسماك بجميع أنواعها الفنان فريد شوئي فكان حريص على صيام هذا الشهر وقيامه وكان حريص أيضا على تلاوة القرآن الكريم بشكلية وكان دائما دعاء لله حتى يتقبل منه أعماله سيدة الغناء العربي أم كلسوم فكانت حريصة في هذا الشهر على الصلاة والعبادة وكانت تقرأ القرآن الكريم يوميا وكانت دائمة الذهاب إلى المساجد باستمرار لأداء صلاة الترويح الفنان مديحي يسري فكانت تلتزم دينيا في هذا الشهر وتبتعد تماما عن جميع الأعمال الفنية وأكدت أنها كانت بتقوم بختم القرآن الكريم خلال هذا الشهر لبنى عبد العزيز فكانت حريصة على الصلاة والصيام في هذا الشهر وأكدت أنها لا تأكل ألهم تماما لأنها نباتية وأشارت أن من الوجبات المفضلة لديها وجبة الفصولية والفول المدمس الفنان رشدي أبازة فكان دائم الصلاة والقيام والعبادة في شهر رمضان المبارك وكان يقوم بقراءة وتلاوة القرآن الكريم فكان دائم التقرب من الله في هذا الشهر الكريم الفنانة شادية فكانت تبتعد تماما عن جميع الأعمال الفنية فكانت تفضل أن يكون شهر رمضان للصلاة والقيام والعبادة وكانت حريصة أيضا أن تحتفل بهذا الشهر مع عائلتها فكانت شادية من أكثر الفنانات ترابطا بأسرتهم الفنان محمد فوزي أثناء أداءه لدور المصحراتي في أحد الأعمال الفنية كما أنه كان حريص على أداء المناسك الدينية في هذا الشهر والفنان محمد فوزي من أشهر الفنانين الذين غنوا لشهر رمضان المبارك وقدم أجمل الأغاني التي ظلت بقية إلى الآن ومن أشهر أغاني لشهر رمضان أغنية هاتو الفوانسي أولاد وأغنية أهلا رمضان وهو كان فنان متميز وصوته من أجمل الأصوات المصرية رحمه الله رحمة واسعة ورحم جميع موتانا وموتى المسلمين وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله شكرا